وحول العرض المصرحي رسالة نور الذي تم عرضه ضمن فعليات الندوة التتقفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة أعرب رئيس سيسي عن شكره لأطال العرض والذي استعرض قصة أسرة تتلقى خبر استشهاد ابنها الضابط وقال رئيس سيسي إن العمل الدرامي دائما يوفر فرصة لتسجيل وقائع لا يعيشها البعض عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شعيد أو حتى مصاب فالعمل للدرامي دائما بيدي فرصة لنا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا لكن بالطريقة ديت بتتنقل بتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد إيه التمن اللي دفعته أسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحيت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد أو بقى مصاب بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد وهو ملو الدنيا برضو هو شهيد ملو الدنيا برضو لكن هما الأهل بيبقى طبعا فراء الإبنة أو الزوج أو الأب صعب فأنا بشكركم الحقيقة على ده وبقول لكم الكلام ده قلته قبل كده إن يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي بتورينا قد إيه إن فيه تمن كبير أو الدفع عشان إحنا كلنا نعيش عشان إحنا كلنا نعيش